التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أوى الركن عبد الفتاح البرهام وذلك بقصر الاتحادية حيث عقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين واستعرض الجانبين خلالها مجمل العلاقة الثنائية حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى تنسيق القائم بين الجانبين وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من خلال بيان مشترك أن الجانبين أكد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي ومن تم تمسك البلدين بالتوصل إذا اتفاق عادل ومنصف وملزم لعملية مرء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني قوية لا تتغير بتغير الأنظمة مشددا على أن مصر تدعم السودان بكل جهاته وليس جهة دون الأخرى وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة قال البرهان أن مصر كانت وما زالت تقوم بدعم الانتقال السلمي للسلطة في السودان ولم تتوقف جهدها مقدما الشكر للرئيس السيسي على الاهتمام المتواصل بالشأن السوداني مشددا على أن أمن السودان وأمن مصر مكملان لبعضهما وأوضح أن الخرطوم ترغب في الانفتاح على كل دول العالم وتؤمن بأن أساس العلاقات هو التصالح والتسامح مشيرا إلى أن العلاقات بين السودان وأي دولة أخرى ترتكز على المصالح المشتركة قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أن محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا مستمرة لكن في الوقت الحالي ليس هناك سوى تصريحات فقط ولا يوجد شيء ملموس وفي خطاب تليفزيوني أضف زيلنسكي أن القوات الأوكرانية تتأهب لهجمات جديدة من جانب روسيا في منطقة دونباس أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في مدينة ماريو بولي الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين وقالت وزارة الدفاع الروسية أن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية وأضافت أنه من أجل نجاح العملية العسكرية فأنه يجب تنفيذها بمشاركة مباشرة من موثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية الجنرال ميخايل ميزينتسيف أن المسلحين في خاركييف يواصلون استخدام المدنيين كدروع بشرية مشيرا إلى أنهم يجهزون نقاطا لإطلاق النار في الشقاق السكنية بأمر من السلطات في كييف ويهددون السكان بإطلاق النار عليهم حال معارضتهم وقال ميزينتسيف أن سكان خاركييف محاصرون ومحتجزون كرهاء من قبل المسلحين كدروع بشرية ولا يمكنهم المغادرة عبر الممرات الإنسانية كما تتعرض سيارات المواطنين الشخصية لإطلاق النار من الأسلحة وقذائف الهام أعفية مدير المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال إيريك فيدود من منصبه على خلفية ما اعتبر تقصيرا فيما يتعلق بالعمريات العسكرية الروسية ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري قوله إن مدير المخابرات العسكرية دي أرآم سيغادر منصبه فورا نشرت الجريدة الرسمية التونسية قرار الرئيس قيس عيد بحل البارلمان بعد ثمانية أشهر من تعليقه عمل البارلمان وتوليه السلطة التنفيذية بالكامل جاءت الخطوة عقب تصويت أعضاء البارلمان لصالح إلغاء المراسم الرئاسية التي تعلق عمل البارلمان في تحدي صريح لسعيد وذلك خلال جلسة عقدوها عبر الإنترنت ووصفها سعيد بأنها تآمر على أمن الدولة ختم مجاز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل